سورة.com من شركة OpenAI كلنا عارفين ان هي platform خاص بتوليد الفيديو بالذكاء الاصطناعي ولكن تم اضافة الامجس او خاصية انشاء الصور من داخل سورة البعض حيقول لي شات جي بيتي فور او موجود في هذه الخاصية ممكن انا نخش عليه واستخدمه وهو فعلا انشاء الصور باستخدام شات جي بيتي فور او هو الافضل داخل شات جي بيتي ولكن هناك مميزات من انشاء الصور داخل سورة ده اللي هنعرفه النهاردة في الفيديو الجديد على قناة كل يوم موقع جديد مدابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة سورة.com من خلاله دلوقتي تقدر ان انت تولد صور بالذكاء الاصطناعي وبالرغم من ان استخدام سورة لانشاء الفيديوهات بشكل مدفوع الا ان انت تقدر تولد التلات صور اللي تقدر انت تولده من خلال شات جي بيتي فور او بشكل مجاني ايضا من خلال موقع صورة يلا بينا نشوف ايه اللي هنستفيده لما نولد الصور من موقع صورة اول حاجة هتستفيد بيها لما تخش على موقع صورة ان انت ممكن يعجبك اي صورة من الصورة المنتجة انت هتلاقي في الصور هنا احترافية جدا في ناس عاملاها تقدر ان انت تروح كده تدوس على اي صورة من دي وتاخد البرومت او الامر نفترض مثلا صورة زي دي عقبك تبتدي تروح تدوس على ال ايدت برومت وهنا ممكن تغير البريست يعني انت مش عقبك البريست ده ممكن انت تغيره تختار بنفس الامر بريست ممكن كات ميد اوف ده نوع من انواع الفلاورز ممكن اقول هنا اغيرها خليها مثلا ممكن اغير البريست هو هنا مش مختار بريست معين في بعضهم هتلاقي مختار بريست اممكن مثلا اختار هنا البريست يكون بيكسل ارت باي صورة اختار الاسبكت ريشيو بتاعي هنا اثنين لثلاثة واحد لواحد تلاثة لاثنين هاختاره تلاثة لاثنين مثلا هنا في البيت بلان بيبقى لك 2 اميجز في الفري بلان انت لك قلت لك 3 اميجز بردي انت حيكون مفتوح عندك 1 اميجز بس وبعد كده حتبتدي ان انت تدوس create اميج هنا حيبانى عندك في النوتيفكيشن انها تم تولدها بالبيكسر ارت ده شكلها بالبيكسر ارت وكمان كنت من قبل عملتها بشكل مختلف وهو كارد بورد اند بيبر كرافت كان شكلها عامل كده اروح مرة تانية بس اغير البريستات مش حساح حلوة قوي البريستات شوف كده البالون ويرد ده البالون ويرد البريستات حلوة قوي النتيجة جميلة بصراحة جيدة جدا والدقة والتفاصيل عالية جدا فطبعا انت بتختار البريستات اللي انت عايزه وصورة عجباتك تغيرها تعالى نعمل صورة من اول وجديد مع بعض دلوقتي ونشوف النتيجة بتاعتها تعالى نجرب مع بعض هنا الامر هنا بيزقر ده السين اللي انا عايزاه وهنا الاسبكت ريشو هخليها تلتة لتنين وهنا هخلي ينشئتو ايميجز اختار ما بينهم هنا بالنسبة لي البريست هخلي بردو نون لان انا اخترتو السينماتيك سين وحتدي ادوس انتر هنشوف دلوقتي مع بعض النتيجة المرة دي بيولي لي تو ايميجز فممكن ياخد بعض الوقت تم توليد الصورتين تعالى نبص بقى على الصور دي الصورة الاولى دي الصورة التانية وهنا بقى ميزة اخرى للموجود في البيت بلان ان انت تقدر تحول الصورة لفيديو في الحالة دي انا هكتدي ان اقول له create video حينقلني على انشاء الفيديو وهنا عايز اقول ايه مثلا هنا هقول the line is بيزقر through walking اثناء المش وهنا الفيديو ممكن اعمله لحد 10 ثواني وهاختار الاسبكت ريشو 16 لتسعة وفيديو واحد وهنا بالنسبة resolution مع 10 ثواني 480 فممكن اخليه 5 ثواني واختار resolution تكون 720 تكون 720 بالنسبة للpreset مفيش هسيبه زي ما هو وابتدي ان انا ادوس create video عشان ينتجي الفيديو بالمرة وريك الفيديو المنشأ بواسط الصورة نتيجته هتكون عاملة ازاي ودي ميزة ايضا زي ما قلتلك جوه صورة حتى هتم انشاء الفيديو تعالوا نبص بقى هنلاقي فين الصور بتاعتنا هنلاقي الصور بتاعتنا لو روحنا لي library هتلاقي my media لو روحت ل my media هتلاقي الحاجات اللي انت انشأتها مثلا today yesterday كل الحاجات اللي انت قمت بانشاءها هتلاقيها موجودة بالتاريخ بتاعها لو في حاجة عجبك ياريت تحطها في تقدر ترجع لها مرة تانية وتنشأها مرة تانية الحاجات اللي انت عملت لها uploads او رفعتها الناس اللي بترفع الصور علشان تعمل فيديو من خلال الصورة هتلاقي موجودة في uploads زي ما انت شايف فلو انت هتستخدمه لانشاء الفيديو هيكون نسالي جدا لاستخدامه في توليد الصورة إلي خليك تروح لشاجي بتي فور او هنا تقدر انت كمان تعمل جبلي يعني دوقتي هنعمل مع بعض صورة بالجبلي ستوديو داخل الصورة دوت كوم زي ما قلتلك الاسبكترش موجودة الموجودة تقدر انت تستفيد منها الصور اللي الناس انشأتها تقدر انت تاخد القالب وتعدل عليه ده الاستفادة من صورة دوت كوم الفيديو تم انشاءه هنروح نبص عليه بص الفيديو بص الحركة متصقة ازاي ايه اللي باخده بقى على الفيديو ده بالرغم انه جيد ورياليستيك وبيبان انه هو فيديو طبيعي وبص التفاصيل بتاعت الاسد بالضبط كأنك بتتفرج حتبان كمان الحركة اكتر لو انت قللت السرعة حتبتشوف قد ايه الحركة متصقة مفيش فيها مشاكل كنا زمان بنعاني في توليد الفيديوهات ان الحركة بتكون مش متصقة النقلة اللي هو نقلهايلي كده على طول على وش الاسد يعني كنت عايزة الموضوع يكون يعني الزوم اللي هو عمله زوم اين ده يكون ميبقاش مرة واحدة قوي كده ولكن بشكل عام اهو بشكل عام بص يعني احنا ممكن من اول بالضبط نقول هنا من اول الجزء ده كده نعدي كده دي ثانية ودي الثانية التانية التالتة الرابعة الخامسة ممكن تقطع الثانية الاولى من الفيديو في المونتاج ولكن كفيديو هو جيد جدا زي ما احنا شايفين فيه كمان خاصية الستوري يعني ممكن تروح انت تعمل فيو ستوري وتبتدي ان انت تضيف سورة كمان تعمل كذا سين وفريم يبقى ستوري بورد وكل واحدة حتكون مثلا عبارة عن خمس ثواني خمس ثواني وعشر ثواني وعشر ثواني فتعمل ستوري بورد مثلا من ثلاثين ثانية كان في سؤال جالي خاص به ان الفيديو المفوض ان هو يكون ثلاثين ثانية عشان يتشاف او يتم الاعلان عن منتج الماء او مش لازم منتج اي محتوى كان تقدر انت تستخدم مثل هذه الموقع مش هتلاقي الموضوع في الخطة المجانية اطلاقا في اي موقع انت ممكن موقع يقدم لك دقيقة اول بس مرة فاول دي يعني اول مرة كانوا من انواع الدعاية للموقع تستخدمها مرة واحدة واحدة ما تعرفش تستخدمها تاني لكن عشان تلاقي موقع يوفر لك ستوري بورد وتقدر تشتغل لازم تكون في البيت بلان عشان يكون معك صريحة وواضحة في هذه الجزئية تعالى نجرب بقى الجيبلي ستوديو ونبص كده ازاي ممكن احنا نحول صورة لجيبلي ستوديو ولتكن نفسه صورة الاسد نفسه هروح للميديا هروح للصورة وهنا هقول له جيبلي ستوديو ستايل سين دي مشهد الاسد خليها تو ايميجز وحدوس انتر ونشوف هل حيحوله الجيبلي ستوديو ولا داخل شا جي بيتي فور او افضل هنشوف الناتكا مع بعض انشأ لي الصورتين تو ايميجز وايه دي الصورتين زي ما احنا شايفين الصورة الاولى والصورة التانية بي الجيبلي ستوديو نتيجة كويسة جيدة الحد كبير ممكن ناخد الوصف ده ونجربه داخل شا جي بيتي فور او ونشوف كده النتيجة ايضا ان انا هاخد كده الوصف ونروح لشا جي بيتي نجربه مع بعض احب بصراحة اجرب معيكم يعني كله عشان تبقى شايف قدامك دوس انتر ونشوف النتيجة احنا نقاررها كده بالنتيجة اللي تم انشاءها من قبل صورة دوت كوم حنشوف الستايل هنا هيكون عامل ازاي ايدي النتيجة هي هي تقريبا يعني واحد يعني لو رحت الصورة كمان يمكن جوا صورة احلى مش عارف عجباني اكتر دي حاسة ان الوجه تفاصيل بتاعته افضل وهنا داخل شا جي بيتي فرقود الاثنين واحد فجيب لي استوديو شغال جوا صورة زي الفل وحلوة والنتيجة بتاعته كويسة جدا ده بالنسبة للفيديو النهاردة كلمت في صورة عن انتاج الصورة وليه من الافضل احنا نولد الصور داخل صورة دوت كوم وتقدر انت تنشئ حسابه على صورة وتستخدمه بشكل مجاني ثلاث مرات يوميا بالنسبة للمولد الصور بالذكاء الاصطناعي وايضا داخل شا جي بيتي برضو ثلاث الصور بشكل يومي اشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد اتمنى ان انت متنساش تدعمنا باللايك والشير والكممنت عشان ده بيحفزنا وبساعدنا ان احنا نقدم دايما كل جديد ولو كنت بتشوفنا الاول مرة تنساش تعمل سبسكرايب القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فراعيتي الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته